جدل سياسي ومستمر تقوده الكتل الخاسرة في الانتخابات النيابية ومع أعلان المحكمة الاتحادية قرارها في النظري بدعوى إلغاء الانتخابات في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر الحالي إلى أن المفوضية لم تسلم من سهام النقد والاتهامات رغم أنها أعلنت النتائج النهائية بناء على إجراءات اعتمدتها الهيئة القضائية وأثبتت صحة عمليات مفوضية التي أعقبت يوم الانتخابات العاشر من تشرين الأول اكتوبر الماضي المفوضية الآن اكتمل عملها ودورها بالانتخابات والهيئة القضائية أيضا اكتمل دورها بالنسبة للانتخابات وقررت وصادقت على كل قراراتها اليوم النتائج النهائية بأسماء المرشحين لدى المحكمة الاتحادية هي من تصادق عليها وأعتقد الأيام القريبة ستشهد ذلك وبذلك لا توجد أي طعون أو شكاوة تقدم للمفوضية الآن وإنما العمل جاري على انتظار المصادقة بالنسبة لهيئة القضائية الدستور العراقي خص في الفقرة السابعة من المادة الثالثة والتسعين المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات بعد إجراء التدقيق الشامل حول الفائزين كما مكنها من المصادقة جزئيا لتدقيق أسماء الفائزين أو عدم المصادقة نهائيا إذا ما ثبت وجود خروقات قانونية أو دستورية أو طعون وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج المرسلة من قبل مفوضية الانتخابات والتي لم يحدد قانون الانتخابات مدة زمنية لها فأن الكتل الفائزة تنتظر المصادقة القانونية على النتائج تمهيدا لتشكيل تحالفات حيث تفصل ما بين المصادقة على النتائج وموعد أولى جلسات البرلمان الجديد 15 يوما من تاريخ المصادقة حيث يجب أن يسبق تشكيل الكتلة الأكثر عددا الجلسات الأولى وفق الدستور والتي ترشح فيما بعد رئيس الحكومة وفق الدستور أيضا سلمان القاص الحرة لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلامة نجم القصاب أهلا بك سيد قصاب معنا في العراق اليوم بين طعن ومطالبة بإلغاء مجمل نتائج هذه الانتخابات ما الممكن من عدمه في أروقة المحكمة الاتحادية بدأ تحية طيبة لك ولكل متابعك الكرام طبعا لكل مقتنع قناعة تامة كاملة وشاملة بأن لا تعادل الانتخابات دستوريا وقانونيا لعدم وجود سلطة شريعية حتى تحدد موعد الانتخابات وكذلك في أي قانون يتم اعتماد سانتليغو المعدل أو الدوائر المتعددة وهل تبقى هذه المفوضية أم تلغى إذن الكل مقتنع عدم إعادة الانتخابات وإن تم إعادتها الكتلة التي خسرت نصف المقاعد ستخسر النصف الآخر لأن الناس والمجتمع العراقي هم الذين رفضوهم ولم يصوتوا عليه الأمر الآخر المادة 93 سابعا لا تحدد الوقت للمحكمة التحادية لغرض المصادقة ولا تستطيع أن ترفض نتائج انتخابات في 2018 رفضت بعض الأسماء التي عليهم قيود جنائية وبالتالي المحكمة التحادية هي ليس عملها أن ترفض وإنما أما أن تصادق أو لا تصادق ولكن ما معنى من صلاحية المحكمة التحادية سيد قصاب أن تصادق بشكل كلي أو جزئي على هذه النتائج يعني هذه المواد التي سمحت ومنحت لهم في الدستور العراقي لأن قرارها وقرار بات ولا ترفض حتى قرارات الهيئة القضائية التي ترفع لها الأسماء من قبل المفوضية لكن تعلم قوى سياسية ترغب بالضغط على الكتل السياسية الفائزة لغرض الانسجام أو تشكيل الكتلة الأكبر أو الحصول على مناصب تنفيذية وبالتالي هذا كل وقت الآن بدأت الكتل السياسية الفائزة تذهب للتحالفات وتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة هذا كل مضيع للوقت الغايات والحاجات معروفة لدى الجميع طيب هل تعتقد أن قناعات الإطار التنسيقي في قضية الدعوة لإلغاء نتائج الانتخابات هذه القناعات مجتمعة هل هناك إجماع برأيك في داخل الإطار على هذه الدعوة؟ لا ليس هناك إجماع دولة القانون ليس مع إلغاء انتخابات دولة القانون قد حصلت على مقاعد حقيقة قد تفاجأت بها مقاعد عالية وبالتالي تعتبر القائمة الفائزة بعد التيار الصدري في الكتل السياسية الشيعية الأمر الآخر بعض القوى السياسية في الإطار سوف تشارك الآن في الحكومة المقبلة والبعض الآخر أعتقد ستذهب إلى المعارضة إذا ما هي دلالات التشضي الحاصل داخل بنية الإطار التنسيقي في هذا الإطار لأن يعرفون ويدركون لا تستطيع حكومة أن تمضي ستة أشهر بدون التيار الصدري فكيف إذا كان التيار الصدري هو الفائز الأول ولدينا تجربة في 2018 و2014 في 2018 التيار الصدري ليس لديه بهذه المقاعد لم تستطيع القوى السياسية الأخرى كفتح تشكيل الحكومة أو تشكيل الكتلة الأكبر بما يجعل التيار الصدري بقائه معهم مشكلة وابتعاده وعدم مشاركته مشكلتين عليهم ولربما يتم التوافق لكن مع بعض الأطار التنسيقي وليس كل الإطار التنسيقي لأن إذا كانت هناك حقيقة توافق سياسي مثل ما حصل في السنوات الماضية أعتقد الخاصر الأكبر والأكثر هو التيار الصدري بالحديث أيضا عن قضية ائتلاف دولة القانون هناك من يتحدث عن قضية حاجة ائتلاف دولة القانون أن يكون ضمن بنية الإطار التنسيقي في هذه المرحلة رغم أنه كما تحدثت قبل قليل حصل على عدد مقاعد ربما لم يتوقعه في هذه الانتخابات إذن ما الذي يلجئه للبقاء تحت مظلة الإطار التنسيقي أولا هناك التقارب حقيقي بين الزعامات السياسية داخل الإطار التنسيقي خصوصا مع السيد نور المالكي عندما كان رئيس وزراء لدورتين 2006-2010 2010-2014 الأمر الآخر السيد المالكي كان وما زال رقما لديه جمهور لديه قوة سياسية ولديه تأثير رغم أن بعض أطراف الإطار التنسيقي قد تخلوا عن السيد المالكي في 2018 ودورة القانون لم تشترك في حكومة 2018 ولم تقتنع بحكومة السيد عادل عبد المادي نتحدث بصراحة لجمهورنا الكريمة لكن الآن هم يعتقدون بأنهم كلهم خصوم لسيد مقتدى الصدر من جمعهم هي الخصومة مع التيار الصدري بالتالي التيار الصدري عندما حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات حقيقة كانت هناك صدمة لهم هم كانوا يعتقدون دولة القانون يحصدون والفتح يحصلون بالتالي يبعدون التيار الصدري هذا لم يحصل وإنما حصل العكس في نتائج الانتخابات بغداد كان معنا رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام نجم القصب شكرا جزيلا لوجودك معنا